بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا المقطع راح نكمل آآ موضوعنا حول آآ او مراجعة الاقران او النظراء. آآ راح نتكلم على الانواع الpeer review. the three most common types of peer review are الانواع الاغثر شيوعا لالpeer review تشمل. the single blind with double blind. were an open review. however other models have evolved which include key variations from the standard الابروتش. ومع ذلك فقد تطورت آآ نماذج اخرى آآ له الpeer review وهذه تشمل على آآ تغيرات آآ اساسية ومهمة من الستاندرد ابروتش وهذه تشمل الترانسفيرابل. الكولابراتيب. البوست بابليكيشن. بالنسبة للسنجل بلايند ريفيو. في هذا النوع المؤلف الاوثى لا يعرف منهم المواجعين الرفيورز. وهذا هو الشكل الاكثر شيوعا لمواجهة لقاب بين المجلات العلمية. ولهذا النوع آآ ايجابيات وسلبيات. بالنسبة للإيجابيات فعدم الكشف عن الهوية يسمح للمراجع للرفيور بأن يكون صادقا دون آآ خوف من انتقاد المؤلف. ان معرفة من هو المؤلف وانتماءه يسمح للمراجع باستخدام معرفته بابحاث المؤلف السابقة. اما بالنسبة للسلبيات. فقد تلقي معرفة المؤلف بظلالها على جودة العمل. مما قد يؤدي الى نقص التدقيق. خاصة اذا كان عمل المؤلف ذي سجل حافل. وهناك احتمال للتمييز على اساس الجنس او الجنسية. طبعا من الواضح ان التمييز على اساس معايير غير علمية غير مقبول. ولكن في حالة التمييز المتطور على اساس الجنسية غالبا ما يتم الخلط بينه وبين التمييز على اساس اللغة الانجليزية السيئة. قد يتلقى الوفيور عددا كبيرا جدا من نصوص الحالة المكتوبة باللغة انجليزية سيئة من بلد معين. وقد يطور دون وعي حساسية سلبية معينة تجاه اي شيء من هذا البلد. ولهذا بالنسبة للباحثين فان افضل طريقة لاستبعاد هذا النوع من التمييز هي التأكد من ان مقالتك مكتوبة بافضل لغة انجليزية ممكنة. وبالتالي اظهار الحساسية للوقت والجهد الذي الذين سيفضلوهما المراجع اه في تقييمه. اما بالنسبة لل double blind review. بهذا النوع من اه مراجعة الاقران لا يعرف المراجعون هوية المؤلفين والعكس صحيح. يعني ايضا ما يعرفون هوية هذا هو الشكل الاكثر شيوعا لمواجعة الاقران بين مجلات العلوم الاجتماعية والعلوم الانسانية. وايضا هناك ايجابيات وسلبيات لهذا النوع. بالنسبة للاجابيات. في هذا النوع يتم الحكم على البحث بشكل عادل مع ابقاء التحيز خارج المعادلة. ويستفيد المؤلف والمراجع من مستوى معين من الحماية ضد النقد. اما بالنسبة للسلبيات فاخفاء الهوية غير مضمون. حيث قد يكون من السهل الى حد ما اكتشاف هوية المؤلف. اما بسبب مجال البحث او المصادر او اسلوب الكتابة. ويعتقد البعض بان معرفة هوية اه المؤلف تساعد المراجع على التوصل الى اه حكم اه اكثر استنارة. والنوع الاخر من البيئر ريفيو ما يسمى بالاوبين بيئر ريفيو. في هذا النوع تكون هوية المؤلف والمواجعين معروفة من قبل جميع المشاركين هناك عدد متزايد من المجلات التي تستخدم هذا الشكل من مواجعة الأقران قد تنشر بعض المجلات أيضا المواجعات مع المقالات النهائية وبالتالي يرى القراءة هوية المواجعين وتعليقاتهم هذا هو الحال فقط في المقالات المقبولة إيجابيات هذا النوع تشجع شفافية مراجعة النظراء المفتوحة Open Preview المسائلة والكياسة وتعمل بشكل عام على تحسين الجودة العامة للمراجعة والمقالة هناك المراجعون الروفيورز يكونون أكثر حماسا للقيام بعمل شامل حيث تظهر أسماءهم وتعليقاتهم أحيانا كجزء من المقالة المشروع المقبولة أما بالنسبة لسلبيات هذا النوع فقد يرفض بعض الروفيورز مراجعة أحدى المجلات باستخدام نظام المفتوح Open بسبب مخاوف بشأن تحديدهم كمصدر لمراجعة سلبية وأيضا قد يتردد الروفيورز في انتقاد عمل كبار الباحثين خاصة إذا كانت حياتهم المهنية تعتمد عليهم في مجتمعات الباحث الصغيرة وفي بعض مناطق العالم قد تكون هذه مشكلة كبيرة وهناك نوع من البرفيور يسمى بالترانسبرانت بيرفيور أو مراجعة الأقران الشفافة في هذا النوع يتم نشر تقارير المراجعين النظراء وإجابات المؤلفين وخطابات قرار المحررين جنبا إلى جنب مع المقالات المقبولة ولا تزال هذه العملية متوافقة تماما مع المجلات التي تستخدم Single or Double Blind Review أثناء عملية المراجعة وأيضا يمنح المؤلفون خيار الانسحاب من مراجعة الأقران الشفافة أثناء الأرسال النوع الآخر من النوع البرفيور يسمى بالكولابراتيف يغطي هذا مجموعة متنوعة من الأساليب التي يعمل فيها فريق من الأشخاص معا لإجراء المراجعة أحد الأشكال هو أن يعمل مراجعان أو أكثر معا لمراجعة البحث ومناقشة أرائهم وتقديم تقرير موحد وهناك طريقة أخرى تتمثل في وجود مراجع واحد أو أكثر يتعاون مع المؤلف لتحسين البحث حتى تصل إلى معيار قابل للنشر هذه طريقة لها أيضا إيجابيات وسلبيات الإيجابيات يمكن أن تبدو أكثر بناءة وأقل تقييدا من الأساليب التقليدية لمواجهة الأقران لأنه يزيل الحواجز التي واجهها المؤلفون والمواجعون أما بالنسبة لبعض السلبيات فهناك خطر فقدان ميزة إجراء تقييمين مستقلين أو أكثر كما أن التعاون بين المؤلفين والمواجعين معا بين الأوثورز والرويفيرز يخلق خطر طمس التمييز بين التأليف والتقييم النوع الآخر يسمى بالPost Publication Review مع هذا النوع من مواجهة الأقران يستمر خيار التقييم ومراجعة ورقة البحث أو يحدث بعد النشر قد يأخذ هذا شكل صفحة التعليقات أو منتدى المناقشة جنبا إلى جنب مع الورقة المنشور لا تستبعد مواجهة الأقران بعد النشر Post Publication Review الأشكال الأخرى من مواجهة الأقران وعادة ما تكون بالإضافة إلى وليست بدلا من مواجهة ما قبل النشر Pre-Publication Review يعكس هذا النهج الطبيعة المتطورة للمعرفة ويضا يعطي الفوصة لتصحيح البحوث أو تحسينها وهناك نوع آخر يسمى بالTransferable Pre-Review هذا شكل جديد إلى حد ما من مواجهة الأقران والذي يسمح للمجلات ذات الصلة بالموضوع بنقل البحوث التي تمت مواجهتها بين بعضها البعض عادة ما يرسل المؤلف فرقته البحثية إلى مجلة ولكن بعد مواجهتها يقرر المحرمون أنه على رغم من عدم ملاعمته لمجلتهم فمن المحتمل أن يكون مناسبا لمجلة مماثلة ثم يمنح المؤلف خيام نقل البحث إلى المجلة الأخرى ومن المهم ملاحظة أن نقل ورقته البحثية لا يضمن قبولها في المجلة الأخرى إذا وافق المؤلف على النقل يتم أرسال جميع ملفات البحث والبيانات الوصفية ونماذج تقرير المراجع شريطة أن يكون المراجعون قد وافقوا على أرسال تقاريرهم إلى مجلة أخرى إلى المجلة المستلمة إيجابيات هذا النوع تتمثل إحدى الفواعد المعيسية لهذا النموذج في تزويد المؤلف على الفور بمنفذ بديل لعمله مما قد يؤدي إلى تسريع عملية النشر أما سلبيات هذا النوع فتشمل أنه قد لا يوغب محمر المجلة المستقبلة في تلقي المزيد من الطلبات إذا كان لديهم بالفعل لعدد كبير من الأوراق البحثية وقد يكون هذا النظام محبطا للمؤلفين إذا قرر محمر المجلة البديلة بعد النقل أن نص البحث غير مناسب وبهذا نكون قد تكلمنا عن أنواع أو مواجعة الأقران أو النظر باختصار وإن شاء الله في مقاطع أخرى نحاول أن نكمل موضوع ونتكلم عن تفاصيل أخرى تفاصيل أخرى تفاصيل أخرى